السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الكلمات تذكر أسماؤكم حول عرش الرحمن كل يوم نعم ورب الكعبة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما تذكرون من جلال الله أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ده الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مما تذكرون من جلال الله يعني من تعظيم الله إن انتوا تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بمجرد محضرتكم بتقولوها على طول مباشرة بتصعد وتطوف حول عرش الرحمن ولها صوت كدوي النحل زي صوت دوي النحل كده بفضل الله تذكروا بصاحبها يعني يا ربي فلان يذكرك الآن وفلان تذكرك الآن فتذكر أسماؤكم حول عرش الرحمن كل يوم لو أكثرتم من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشان كده يريد خلوها وردي ليكم كل يوم كل يوم على قد ما تقدروا مش عايزة حدد عدد مئة مرة خمسمائة مرة ألف مرة على قد ما تقدروا كل ما هتقولوا تصعد تلك الكلمات وتطوف حول العرش لها دوي كدوي النحل وتذكر أسماءكم حول عرش الرحمن بفضل الله سبحانه وتعالى وتلك الكلمات كما تعلمون لها فضاء أخرى كثيرة بفضل الله فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع يعني أحب الكلمات إلى الله عز وجل هي أربع كلمات ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكما جاء عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا يعني لما نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الزنوب بتاعتنا بتنفذ عننا كما تنفذ الشجرة ورقها فيتساقط الورق وتتساقط الزنوب عننا بهذه الكلمات آخر حديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط إبراهيم عليه السلام ليلة أسريبي يعني ليلة الإسراء والمعراج قال فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن قال وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما شاء الله يعني غراس الجنة لما نغرس نخيل والشجر في الجنة بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فبالله عليكم أكثروا من تلك الكلمات الأربع على قد ما تقدروا كل يوم اجعلوها كده ورد لكم اجعلوها ذكر مطلق كده وانتوا خارجين وانتوا في السيارة وانتوا في المواصلات وانتوا في عيادة وانتوا في أي مكان ماشيين في سوق اذكروا المولى عز وجل وحضرتك بتطبخي وانت بتعد الطعام وانت بتعمل أي حاجة اذكروا الله بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هتطوف حوالي العشوة تذكر بأسمائكم بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته